هل لا بد من استحضار النية نية ثواب العمل لنفوز به كأن نستحضر أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن نعم أن تقرأ القرآن طلبا للأجر فإذا قرأت سورة الإخلاص محتسبا الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن قرأتها بهذا القصد فلك ما نويت قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى نعم